اشتركوا في القناة هذا المشنوق لكلام الناس ولا مؤشرات في الافق باتجاه الحل حلب مجلس الوزراء تجنب امس اعادة اثارة الموضوع ومراجعة البيان الصادر عن اجتماع الاثنين لبل ان سلام نوه بالاجماع الذي حظي به البيان متمنيا عدم الخروج عنه اذا الاجواء قاتمة وصحيفة الحياة نقلت عن مصدر فرنسي اليوم ان هناك مساعي فرنسية باتجاه السعودية معتبرة ان الازمة بداية لزعزعة الوضع في لبنان وحده الرئيس نبيه بري بدى متفائلا قائلا من بروكسل اننا اقرب من اي وقت مضى لانجاز الاستحقاق الرئاسي علما ان الاجتماع الذي عقد امس في بزارة المالية وضم مماثلي التحالف السياسي المؤيد لترشيح حفرنجي تبلغ ان زعيم تيار المرضى لن يشارك في جلسة نين ادار ما لم يشارك حزب الله اذا هذه هي الاجواء حتى الان ننتظر طبعا الرد السعودي على رسالة الرئيس السلام التي واجهها الى العهل السعودي عبر السفير عسيري وامكانية تحديد مواعيد له في الدول الخليج ولكن لا يبدو حتى الان ان هناك اي مؤشرات في هذا الاتجاه سنناقش هذه المواضيع في حلقتنا اليوم من برنامج نهاركم سعيد مع دكتور توفي نهارك سعيد نهارك سعيد طبعا يعني للأسف التطورات كل مرة بتكون من سيء الى اسوأ على امل منظلنا متأمل المبركة بتنفرج ولكن قبل ما نناقش نحن وياك هذه التطورات رح نروح عليك طرقات لنشوف حركة السير عم نشوف على اوتوستراد جوني ضغط سير على المسلك الغربي يمكن اقل العجاء اقل من العادة لانه السير ماشي وان كان هناك ضغط على الدورة عم نشوف على جسر الدورة الضغط اكثر باتجاه نهر الموت منه باتجاه الكارانتينا اما على جسر شارل حلو فالحركة طبيعية وشوية ضغط باتجاه الصيفة وانا كده عندنا بتعرف الاشارة والتقاطع بيعمل شوي الضغط صباحا على ساحة السيسين بالاشرافية حركة سير يعني مبداية طبيعية ما بعرف ليش اوقات يعني واحد عبيقطع الطريق بعرق السير الاشارة بيسحق عفوا بالحمرة كمان الحركة تبدو طبيعية كمان بيكورنيش المزرعة طريق المطار اليوم ماشي الحال لانه بيرحكين كتير عجاء اما صيدة يعني عادة بس شوي الاشغال يعني على طرف الروب واعم لنتفت ضغط نرجع مرحب فيك دكتور هندي يعني الازمة مع السعودية ازمة غير مسبوقة نعم بنسبة لبنان السعودية ومع كمان بعض الدول الخليجية وقد تتطور الى دول عربية اخرى كما هيك يتم الاشاعة يعني برأيك ما يعني ما هو ما هو المخرج من هذه الازمة اليوم خليني اقول اولا انه انا عملت اعلان لحلقتي هون بالفيسبوك نعم حتى يطلع للعنوان ايش حتى يطلع عنوان حتى يطلع عنوان هالمرة ايه التسوية او الخراب و اتنين ازار تاريخ مفصلي والحقيقة انه ممكن واحد يقول انه انا عم بهول نعم بس انا ما عم بهول وانا صار لي مدي طويلة عم بقول انه الاوضاع سيئة جدا مش سيئة سيئة جدا اقتصاديا واجتماعيا وربما تصبح ماليا وامنيا مم وكانوا كتير يقولوا انه لا هيدا تهويل هيدا حكي وكذا نعم وهيدا ما كان تهويل الحقيقة انه انا من البداية كان موقفي هو يجب الاسراع في وجود الدولة نحن لبنان هو بحالة اللا دولة ما في رئيس جمهورية المجلس النيابي ما في يجتمع وما في يشرع وما في يعمل شي والحكومة ان اف وهلأ رح تقول روح اف اف بقى بقى شو بنا نصفي يعني الثلاث مؤسسات دستورية طبع لبنان مش موجودة يبدو انا مثل ما شايف انه هالفترة السماح الخمس سنين اللي كانت بانه لبنان محمي وما حدا بده انه يدق باستقرار ويجب انه ما يصير فيه تداعيات الازمات البركانية اللي موجودة بالمنطقة ولسيما الازمة السورية انه ما لازم يجي على لبنان ظاهر انه نحن دخلنا بمرحلة جديدة و يمكن فيه بس من جانب واحد يعني من جانب السعودية اللي كانت مشاركة في تأمين هذا الغطاء ولكن يبدو المجتمع الدولي بعده مستمر على موقفهم بيرح صدر موقف يعني من من الأمم المتحدة باتجاه يعني الحفاظ على الاستقرار في البداية حتى يعني بيرح كمان كانت أجواء أمريكية اليوم في أجواء فرنسية في هذا الاتجاه وهناك موفد فرنسي قد يزور السعودية بحسب صحيفة الحياة ذو زميرة رندة تأدين أنه لطلب من السعودية أنه تخفيف الإجراءات عن المعدم فتبير اليوم الوضع الدولي مش هو الأساس في جعل أنه هون استقرار في لبنان الوضع هو بين السعودية وإيران العرب وإيران هون المشكة كبيرة وهون هالإرادة بمرحلة معينة بأنه يعني تكون الساحة رائعة وأنه الوضع يروح لتسويات ظاهر أنه ما بأنه موجود وهون أنا ما بحط يعني ما بحمل السعودية المسؤولية بحمل المسؤولية بشكل أساسي لإيران والطرف الإيراني في لبنان يلي هو حزب الله لأنه سلو مدي حزب الله مدي هالتصريح وهالهجومات وهالعنجهية ولحد دي تهلأ مكمل يعني إذا متقري بالجرائد يعني حتى بيرعب بمجلس الوزراء يعني بعدنا أنه بدنا ننتصر وبدنا نكسرون وبدنا نكسرون كسرناهم بشو اسمه باليمن وعم نكسرون بسوريا وبدنا نكسرون بلبنان هذا الجو متمادي هلأ بوصل الوقت يصبح أنه الطرف الآخر يقوله خيب أفت إلعب خلص ها وانتو سيطرتوا على لبنان بشكل كامل وانتو حطين إيدكن على أرار لبنان الرسمي وقام عين الطرف الأربعة عشر أزاري يلي كمان يعني ما عم بيفرجي قدرة على يعني المواجهة بالحد الأدنى فأنه خي طيب لبنان هو كله أصبح مسؤول هايدي بالتوصيف المباشر أما بالأسباب يعني أنا الحقيقة بشوف أنه في خطورة كبيرة والبعض ببسطة أنه لا هايدي قصة يعني تكتية وبكرة بترجع لأمور إلى مجراها بدك اتنين قالوا يعني إذا ما في اتنين بدهم يرقصوا طانجو في واحد بدهم يرقصوا والتاني ما بدهم يرقص شو بيصير ما في رأس ما هيك بدك اتنين بقى أنا بشوف أنه الحقيقة هاللي وطر الوضع وهاللي دفع الوضع إلى هذه المرحلة الخطيرة جدا هل أنه رح يصير فيه وعي كافي وأنه حزب الله بالضبط يحط شوية مي بين بي ذاته حفاظا على حاله وحفاظا على الوضع في لبنان أنا ما رح أقول الوضع في لبنان لأنه وضع لبنان لا يهمه إلا بقدر ما بيخدم مشروعه يعني هو مشروع إسلامي جهادي على طريقة ولاية الفقيه وهو ينتشر في المنطقة فبالتالي يبدو يحط شوية مي بين بي بيذاته يا أما نحن رايحين غير بحر شو يعني مي بين بيذات يعني تسوي يعني هو كان شرف أمين العام تبع حزب الله قالنا هو يحكي بالتسوي وأنه ماشي بالتسوي صار فيه أكتر من تسوي أكتر من مشروع تسوي وهو معهم يمشي بأي مشروع من تسوي عمليا حيجي نضحك ع بعضنا حيجي نحكي بأنه أنا بدي 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 عون وإلا ما فيه ما فيه شو اللي حكي هذا شو بتنفع التسوي إذا هو بده يضل وإخذ هذه المواقف المعتبرة موسيقى للسعودية يعني بخطاباته هوني رح قللك أنا تسوي شو بتنفع رح قللك شو التسوي أنا برأي هناك هندسة وحيدة ممكن تزبط للتسوي الهندسة الوحيدة اللي ممكن تزبط للتسوي هي بأنه يكون فيه حكومة ويكون فيه دولة هالدولة قائمة عشو أنه يصير فيه رئيس جمهورية بس يصير فيه رئيس جمهورية بيصير فيه حكومة وبيصير فيه حكومة وبيمشي مجلس النيابي يعني بيصير فيه دولة عشان هيك مهمة انتخابات رئاسة جمهورية طب هالتسوية هايدي شو بده تعمل بالدولة اللبنانية في ظل هذا التجازب القاتل ما هيك بين طرفين داخل لبنان هايدي بده تقدي انه واجب الدولة وقتها انه تكون نوع من بلدية كبيرة للبنان للبنان كله شو يعني تهتم بالادارة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية المالية والامنية امنية بالحد الادنى بس ما كمانا يعني هلا للاطراف الاخرين يعني مشاركين بالدولة يلي انه 14 اذار و8 اذار في عندهم خيارين يا اما اثنيناتهم بيروءوا يا اثنيناتهم بيهاجموا بعضهم سواسية من برات الدولة ما بيحملوا هجوماتهم للدولة يعني انا بفتكر يعني على الشيء عم بقولوا بس هون مش عم بيهاجموا بعضهم بس عم بيهاجموا الخارج يعني انا عم بقولك يعني مثلا ما هي بالخارج اذا فيه انا صار فيه تشوية وانتخي برئيس جمهورية وتشكلية حكومة جديدة والبدكية وصار فيه اجتماع مثل اجتماع قارئ اجتماع جدة وراح يصير فيه اجتماعات هلأ هلأ عم يقال انه قد تدعو السعودية الى اجتماع اليوم مصادر سياسية رفيعة المستوى بالاخبار السعودية بدأت اتصالات الديبلوماسية بعدد ان الدول العربية لاستكشاف امكان عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب بهدف اصدار قرار يدين حزب الله بسبب دوره في الحرب السورية واليمنية واعتباره تنظيما ارهابيا وتريد القرار بالاجمع شو بيعمل لبنين؟ اذا فيه حتى لو فعمل تسجيل اي موقف بيختم رح قلك شو بيعمل هلأ هلأ الخطأ انا برأيي هو هذا الخطأ بعدم بعدم يعني الخطأ المباشر من الدولة ولولا كان فيه دولة محايدة متل ما انه انه نحطها نحيدها عن الصدعات خليني كمل هيد الحكومة والاطراف ما هيك تاخد مواقف ضد بعضها تاخد مواقف ضد بعضها انه اذا بده يكمل حزب الله بهجوماته على على السعودية يكمل فمن الطرف الثاني بده يكمل هجوماته عليه وعلى ايران بالبطيرة ذاتة يعني هايدي احد الطروحات هلأ بتقولين للدولة شو بتعمل بهيك حالي دولة الدولة المحيدي انا بده اقول الدولة المحيدي ما فيها كان وغلط صار هلأ حق عباسيل على 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 رئيس سلام حق على الحكومة مجتمع ما بيهم بس الدولة ما كان عليها الدولة اللبنانية تخرج عن اجماع عربي بيقصة ما هيك السفارات السفارة الايرانية ما فيهم يعني حتى يعني بلد مثل العراق يلي مرتبط بالنفوذ الايراني صوت معها يعني كيف يعني لبنان ما بيصوت ما نات انه نحن فينا نوصل لتفاهم وهيدي بالتسوية لكيفية تحييد الدولة اللبنانية عن هذا الصراع طب بس انا سألتك ابعد من هيك قلتلك انه اذا فيه اجتماع لدول العربية الجامعة دول العربية وفيه قرار يدين حزب الله ويعتبره ارهابيا فيها الدولة يعني انه تلتزم بالاجتماع العربي جواب جواب الدولة هون كمان بيكون من التسوية من التسوية بين اللبنانيين قال انه الدولة ما فيها تدخل بقرارات عربية او دولية تدين طرف بعينه داخل لبنان هو مشارك بالدولة بتخرج عن الاجمال العربي يعني لا هون 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 بتعملي عملية سكوت وانا النائب النفس هون بتنقي عن نفسك هون بتطلع عبرات هالمسألة بس هون القصة فيه اعتداء كان على دولة عربية اجمعت كل الدول على انه يقولوا انه هيدا اعتداء على الدول احنا متضامنين مع السعودية لبنان لا ما ما مشي فيها ليه ما مشيت فيها انا بالحقيقة يعني بحيثية الامور ما حدا مطلوب من انه يجي يقول ولا انا بمشي بقرار يدين حزب بإيران وهو تجسيد لإيران في لبنان وبالتالي مش من هالمنظار من منظار انه حزب الله انه حزب الله فارد حاله بالقوة وانا ماني قادر اعمل شي اوكي ايو يعني بس انه بتعمل هذه تسوية يعني ان تعملها مع إيران اذا هو هدي تسوية اللي بتحصل اذا كان حزب الله قوة تعتبره 100% 100% هادي تسوية 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 ميزان قوة بس هيدا التسوية ما بتصير بين لبنان وايران بتصير بين السعودية وايران يعني ما رح تصير التسوية اذا ما ما ضبطت بين إيران والسعودية أنا برأيي أنا برأيي مصلحة هلأ ما حدا بده يقول شو مصلحة كل بلد كل بلد بيقول هيدا بس من زاوية الموضوعية من خروج لهيدا أنا بدي أسأل طيب حزب الله شو بده من هالعمالية هل هو متضرر كجزء من إيران في لبنان أنا أقول لك إيه لأنه هذه المسألة عم تخرب له شيء اسمه دولة لبنانية هالدولة اللبنانية بشكل أو بآخر حتى بكل هشاشتها ها تشكل نوع نوع من من وعاء ما هيك موجود فيها غصبا عن ما هيك باتجاهاته ما هدا عم بيجي يقول له من اللبنانيين بالدولة بالدولة مش عم بها هيدا أنه بدي استعمل الجيش لمنعك من الذهاب إلى سوريا أصلا ما بتصير لأنه ما فيه إمكانية هو فارد حاله بالقوة عظيم طيب أنت ليش بدك تدمر هذه الدولة أنت شو مصلحتك بكرة أنه هالثلاثين بالمية من الشيعة يلي عم بيعتاشوا بالخليج يبلشوا يشحطوهم بكرة ما هادي ما بتخلق لك مشكلة ببيئتك الحاضنة ما بتخلق لك مشكلة اجتماعية يا خي مش رح يقوموا ضدك لأنه ما رح يسترجوا يقوموا ضدك لأنه أنت بسيطر عليهم بالقوة بس هولي مين بده يجي يعطيه مصاري ما يخبرنا إيران إيران تعطيه مصاري لإلو لحتى يعمل يلي عم يعملوا تسليحا وأمن وعسكر وهاللي بدك واجتماعه ودفع لهذا أوكي عظيم بس مش رح تجي تعيش اللبنانية والعيال اللبنانية يلي رح تخسر هيدا بقى بالتالي ما هذا نخبرنا أنه إيران ما إيران إيران بأخذ مطاف دولة تعبانة اقتصاديا كل دخلة الأومي لا يتعدى أربعمائة مليار دولار لتسعين مليون من البشر وأيضا إذا نطلع على المقلب التاني منسمع أنه إيه السعودية مقافلسة وخربانة ومدرشوب ما بقى عندها مدخيله هيدا مش مزبوط السعودية عندها رأس مال كبير كتير يعني ممكن تصرف منه بس ما في شك أنه كمان ما شك أنه أوضاع أسوأ بس مش معناتها مش معناتها أنه مفلسي مثل ما عم بيبي أنه برأيك حزب الله سيخضع لضغط بكرة أو سيأخذ يعني بالآخر سيتأثر يعني بتدعيات هذا الموقف لا أنا ما عم بقول هيك دولي أنا عم بقول بتصرف حزب الله فيه شيء غير أقلاني حتى بالنسبة لمصالحه خيرين وين رايح أنت أنه بدك تربح وبدك تعمل وبدك تفوت وتكسر تكسر بسوريا فضلا عن أنه كمان اسألي حالك أنت أنا بسأل حالي أنه هذا الأرار هل فقط هو أرار يخص يعني أو بالمنظور هو منظور لبناني أبدا أنا بفكر هناك قرار استراتيجي بس فيه رأي عام شوية منقسم يعني فيه ناس مرهنين أنه هذه الخطوة السعودية ستقلب الناس أكثر على حزب الله يعني تحملوا المسؤولية أنه أنت بتصرفتك أنت بكلامك أنت بتورتك فيها الحروب الخارجية وصلت أنه لبناني يصير يعني خاضع لهذه الإجراءات والناس تدفع التمن وناس آخرين بيشوفوا أنه لا أنه إذا حزب الله هيك ليش بيكون دفعوا اللبنانيين ما لهم علاقة هذا التمن يعني كمان فيه ناس ما لنا كتير متقبل الموقف السعودي كمان لنفس الوقت أنا ما عم بقلك أنه متقابلينه أو مش متقابلينه والبعض عم بيشوفها ممكن يعني تشوف أنه بالعكس حتى الناس اللي كانت متضامنة مع صفي ضد ضد أنا بيهمني لبنان ما هممني شو تعاطف ما هيكي لبنان لبنانيين مع هذا الطرف أو ذاك ولكن أنا موضوعي بعرف بأنه المصالح تبع لبنان إن كانت الاقتصادية أو المالية أو حتى قصة الانتماء ما هيكي نحن حسب اتفاق الطائف انتقلنا من لبنان وجه عربي ذو وجه عربي إلى لبنان عربي الهوي والانتماء هل نحن مصلحتنا نخرج من هالمسألة هاي المصلحة كبيرة كتير يعني إن كان من ناحية المساعدات الخليجية هلأ منحبهم ما منحبهم حطيها عجنط ما بتأثر شو محبة أو عدم محبة وشو القصص الشعرية اللي عم نسمعها مصلحة وين مصلحة اللبنان اليوم إذن هالدول الخليجية سكرت علاقتها مع لبنان منهم بيقول لك ما هني بيتضرروا بيتضرروا كيف بيتضرروا بيجيبوا باكستانية وبجيبوا بنجلادشية وبجيبوا هنود بيحطوا يوم المحل اللبنانية وين بدون يتضرروا ما في بدايل شو هالحكي هيدا لأ نحن علاقتنا السياحية علاقتنا العاطفية إذن بديك كل السروي يلي عم تجي من هالبلاد علينا مش من نتن لأنه نحن عم نشتغل ونعمل بس بأخذ نطاف المصلحة وين المصلحة وين المصلحة أنه نكسرها وين المصلحة أنه نروح فيها بقى هاي أنا بفتكر من ناحية الموضوعية بغض النظر أنه بيزعلوا اللبنانية أنا بفتكر اللبنانية تفاجأوا بالموقف السعودي القاسي تجاه لبنان مثل كأنه عم بيقول أنه خي خلص لبنان شطة بنعليه هيدا لبنان هو لإيران هو لإيران وعمليا إذا نبديك بحقيقة الأمور تصرف حزب الله يجعل هذه المسألة بها الشكل أنا بدعو حزب الله تصرف حزب الله وتقاعوس خلينا أقول الدولة حتى 14 أزهار عن مواجهة يعني عدم قدرة 14 أزهار لأن يوم كمانا يلفت يعني في المعلومات اللي نقلتها زميلة رندة الدين بالحياة عن المصادر الفرنسية أنه بتقول أنه باريس أطلقت مشروع هبة الجيش مع السعودية كي تعزز يد القوى المستقلة والشرعية في وجه حزب الله والنظام السوري لكن يجب على الجيش والحكومة أن يعطوا الرسالة نفسها ولسوء الحظ فإن تصريحات قاد الجيش وإخراج تماما من السجن لم تساعد يعني كأنه كانوا محررين هذه الهبة مش لمواجهة الإرهاب لو مواجهة حزب الله لمواجهة اتنين ما بين في مؤشرات أنه في استعداد لخوض المعركة بوجه حزب الله فصاحبوا الهبة دولي سؤال شو هي المملكة العربية السعودية كاريتاس أبدا شو أكيد عندها مصالح اليوم خليني نوصل للصورة السراتيجية أنا بدي حط حالي محل السعودية شو عم بيحصل فيها السعودية أولا وأهم شي خسرت حليفة استراتيجي وهاللي ربح الحليفة استراتيجي هو عدو استراتيجي عم بيحكي عن أمريكا أوباما نعم هاي شغلة أساسية يعني اليوم السعودية وخاصة من بعد الاتفاق النووي تبين بشكل جلي بأنه أمريكا أوباما ذاهبة وحتى صارت حليف استراتيجي لإيران وهيدي مبيني مثلا بالسورية وبغير سورية نعم وهني يلي كان هيدا حليفة استراتيجي والغرب حليفة استراتيجي شافوا حالهم متروكين أكتر من هيك مبارح البرلمان الأوروبي مش هيك صح أخذ توصي بأنه للدول الأوروبية ما بقت سلحه السعودية شو بدي بالنساس أنا وين بحطها هاي أنا بحطها لأنه الأوروبية لاهثين وراء كونتريات مع إيران وبالتالي يعني هذا من نتائج المباشرة لهالاتفاق النووي نعم إذن أول شي هاي العنوان الأكبر هلا إذا بنجي نتطلع على وضعهم أنا محل السعوديين بقول إيه وضعنا أصبح بمهب الريح يعني في خطورة كبيرة يعني من جاء من جاء في اليمن ما هيك طيب وهنيك في منهم بيقول لك لا ليه فاتوا باليمن هالفيون ما كانوا يفوتوا بحرب اليمن شو كان صار يعني كانوا تركوا إيران والحوسيين يسيطروا بشكل كامل ما هيك على بلد مهم كتير لأمنهم واستقرارهم يعني هو لهم اليمن أنا أفتكر ما كان عندهم خيار غير الحرب سوريا شو عم بيصير كل شغل أمريكا أوباما من بداية الثورة لهلا هو ضرب الثورة وهلأ تبين أن هناك مش بس سكوت أمريكاني على الدور الروسي أن هناك تحالف أمريكاني روسي ضد كل شي اسمه ضد النظام السوري طيب وهلأ الحكي تابعهم يعني أنه شوية هيك تبيض وش قدام هذا قدام السوار السوريين مش شوية أسباب داخلية يعني من الطبيعي أنه الدول المتضررة من هذا التحالف ومن نتائجه أنه تستسعى لحربته فخلينا نكمل كمان تجي على لبنان ما شك صر له حزب الله مدي عامل تسعيد جهنمي على سعودية مش بس قصة يعني أرار عدم التضامن وهيك لا في تسعيد بالحكي وحكي مئزي يعني حتى سمعت أنا بأحد يعني خطبه لسيد نصر الله عم بيحكي أنه الوهابية كيف مدرشو قصة أبر أبر رسول محمد وهذا شو الدبل من هالقصة شو هالضرورة لهالكلام المؤذي هذا كلام مؤذي وهذا كلام بنحط كمان بإطار يمكن فتنة داخلية كيف بتحكي ما معقول ما يصير في ردة فعالي أنا خمنت بالسابق أنه لما حكيوا بالتسوية أنه جادين بالتسوية يخي التسوية ما عندك أنت بلبنان ثلاث ملايين ونص سني بالقليلة مليون ونص لبناني مليون ونص سوري ونص مليون فلسطيني شو عم تعملي أنت بهالعمل من ناحية بالليتي كتهاجمي وتطرحي وتهاجمي وتروحي على الآخر بهجومك على السعودية والمملكة الفاشلة ورح تخرب وحالتها بالويل وهذا حتى تصار فيه رد هالرد هيدا شو رح يعمل بهالقاعدة هيدا السنية شو بده يصير أنا برأيي لا شك بأنه التطرف رح يقوى والمعتدلين رح يضطروا يرفعوا من من كلامهم السياسي الآسي ومن مواقفهم الآسي وبلشت نشوفها وهيدي بعدين وين بتوصل بتوصل لحرب أهلية نعم أنا برأيي وهون يعني الجميع مدعوين وخاصة الحزب الله أنه يسرع بعملية التسوية ويروح بسرعة على انتخاب رئيس بثنين الشهر هلأ بتقوليلي مش زابطة وكل واحد بده إيه بس خليك خليلي أحكي عن يعني بلود هذه التسوية بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية بعد ما توقف مع فاصل أعلن أول ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع دكتور توفي الهند بزيج الشير لأن هناك وفد من القوات اللبنانية وفد نيابي من القوات اللبنانية يلتقي في هذه الأثناء العماد مشال عون طبعا إذا صار فيه تصريح ونتابع هذا الموضوع فيما بعد دكتور توفي الهند عم بتقول التسوية أو الخراب وعم تدعي حزب الله إلى أن يسرع باتجاه هذه التسوية لأنه معلقة للقصة وعنوان الأساسي الذهاب إلى جلسة اتنين قاب لانتخاب رئيس اتنين عفوا اذار اذار لانتخاب رئيس للجمهورية مية بالمية أي رئيس هيا الله أنا انت بتعرفي دولي من زمان لما كان فيه نوع من غزل بين رئيس حريري والجنرال عون أنا اشتغلت على أنه يجي جنرال عون رئيس جمهورية والتالي ما عندي موقف ودعيت القوات تتأيد هال مش دعيت اشتغلت يعني مع القوات ولدفعن إلى ترشيح عون والمشي بعون ياريت عملوها من وقتها وهيدي مش متل ياريت تبعا تبعا دولة الرئيس حريري بس ياريت عملوها لأنه وقتها كانت مشيت هلا ما رح تمشي ليه ما رح تمشي هلا لأنه متل ما شايفي ما هيك برجع بقول أنا حزب الله ها حزب الله شو بده هل بده بالفعل عون رئيس جمهورية كلا ليه مش لأنه يعني شو بوقتها كانت مشيت شو كان بده يا رئيس جمهورية لا 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 بس بوقتها بوقتها كان صار فيه كورم ها و كان اضطر حزب الله ها مرغم من أخاك لا بطل وأنه يسوت يسوت لعون هلا هلا ما في يعني ما عم بيعمل ليه لأنه يعني لا بده يزعله من ناحية ما بده يزعله وما وما يضغط بين مزوجين على حلفاءه بتماني أزار حتى ينزلوا وينتخبوه ها ولا بده ياه رئيس جمهورية ليه ما بده ياه بسيطة كتير أنا سمعت هادي كل مرة أحد على اليوتيوب ها أحد أقواله للسيد نصر الله من قبل لما كان وقته الحريري هو رئيس حكومي أي حريري يعني تحكي عن أيام أيام رئيس حكومي سعد الحريري بهاي داك الوقت ما يعني شو صار يعني بس أنه أنه بيقل له لا يحق لك ها أنه تحكي بالتوتر بالعلاقات بين السعودية و و و وإيران ها بس لو لا ليه لأنك أنت رئيس حكومي أما إذا ما كنت رئيس حكومي عمول هاللي بدك وحكي هاللي بدك طيب شو معناتها معناتها إذا صار عون رئيس جمهورية ها طبقية نفس نفس القاعدة نعم ما بقى فيه يعمل يلي كان يعمله هو منه رئيس جمهورية هلا منه رئيس جمهورية شو إفاته عون عون ثلاث وظايف بنظر حزب الله أول وظيفة أنه هو يحول المثال الوطني من سن ماروني إلى شيعي ماروني وقد حقق يعني شيء بهذا الإطار النقطة التانية أنه هناك اسم كبير من هؤلاء المسيحيين خلينا نسميهم يعني بالمجرى الطبيعي تبعهم هن ضد المقاومة بالمعنى الحزب اللاوي وضد إيران الإسلامي وضد سوريا الأسد شو عملون أخذهم من محل حطهم بالمحل الآخر تالت وظيفة بالنسبة لحزب الله بيشوفها بمشيل عون هو أنه هو ملك مسيحي الشرق مدعوم بجبهة ممانعة بتقودة السعودية بيوجه تكفير سنة قاتل من السعودية وهذه أنا في ذلك الوظيفة الأساس تبعون سعر رئيس جمهورية ما بقى فيه يحكيه ونقول الثلاثة ما بقى فيه ياخد هالمواقف عشان هيك ما بدون يا رئيس جمهورية بشأنه ما بيوسقوا فيه بس تشأيا رئيس جمهورية بقدر ياخد هالمواقف أساسا بس هو إذن سعر رئيس جمهورية هن بيخسروا حليف سمين بيخسروا أساسا بيخسروا بيخسروا شغلي كتير مهمة بالنسبة لقلون عشان هيك ما بدون يا رئيس جمهورية طيب شو بتكون يا خي ما بدون رئيس جمهورية جبنا جينا ما هيك إجوا قالوا طيب مش عون وأنا أفتكر هايدي من القسوس يلي قدت هيدا يعني ليه تركوا لعون بمدي لما شايفوا أنه عون عم بيحكي عن طيار مستحيل يجي راحوا بإتجاه سليمان شو الدنيا عملوا طيب هون كمان حزب الله ما عم بي هيدا أنه هيدا عين وهيدا عين بس أنا عاطي كلمتي لعوم لمشيل عوم ساعة هو بمعبوض بده بيمشيل حاج شو هالحكي هيدا شو نحنا قاعدين هون طيب بس كمان يعني كمان نحنا مش عم ساعة حالنا يعني مثلا المرشحين خلينا أقول ميشيل عون وسليمان فرنجية نعم ميشيل عون أوكي الطبيعي يعني إذا لأنه حزب الله هو دعمه الأساسي إنه إذا مش رح ينزل ما رح ينزل بس سليمان فرنجية اللي مرشح على أي الترشيح وطيار المستقبل والوليد جملات والرئيس نبيه بري طب ليه ما بينزل يعني خليل وزير أبو فعور روني عريجي مع حوز القابل جميعين يوسف سعاد غطة صخورة نادر الحريرة طيب هيدا طيب حس شو طيب حس معهم إنه خلينا نعمل جلسة باتنين أدار فيه إمكانية بركي الله تأمين نصاب وانتخاب رئيس إجا لجواد لا لا أنا مش مش أنا 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 بفتكير إنه يعني هذا موقف ها يعني آه يعني أنا أنا مني معه يعني من جهة من جهة فرنجية لأنه أولا قد يخسر مع الوقت آه يعني تأييد تأييد المستقبل المستقبل لأنه ما فيه يضل على على مرشح يعني يعني بلانين فيه وهو حتى ما بينزل يعني عم يعمل مثل عون وتانيا والاخطار انه اذا ما صارت يعني ما تم هالانتخاب يمكن يعني باحتمال كبير الاوضاع راح تروح لتدهور اكبر اليوم في سباء بين التسوي والخراب ما فيه في سباء وهي بده يحطه بعينه بس يمكن كمان من جهة يعني فرنجي انه في هذا الصراع المحموم ما هيك في هذا الصراع المحموم الذهاب الى الى انتخابه وحزب الله منه رايح حتى ولو ما بتدعون يبدو وكأنه هاي دي يعني ضربة لحزب الله او يعني تحدي تحدي لحزب الله انا ماني محل سيمان فرنجي ولكن انا انا تفضل مئة مرة ما هيك انه انه لأ يروح ينزل على على الجلسة ويتأمن النصاب انا برأي اذا نزل والرئيس بري شي احكينا حكي خليه كمان يشت حاله ايه ما بنا نشوف اذا رئيس بري بيضلوا ايه يعني مستعد يأمن ان يصابه انه لا يا خي ما زال قالكم نصر الله بالفم الملئان انا لا امون على على بري باتخاذ موقف مع او ضد مشارعون ولم يطلب من سليمان فرنجي ولن يطلب من سليمان فرنجي انه يسحب ترشيحه فاذا معناته حزب الله عم بيقول انا ملتزم بميشارعون ولكن افرض التزام حلفائي على يروح يصوته مع ميشارعون ايه بس واقعيا وبالتالي حزب الله مخلى مخلى المجال لحلفائه مخلى المجال لحلفائه بس حزب الله يعني بحجمه يعني هو يعني مكون اساسي وازن ويعني شئنا ام ابينا يعني كيف تروح على انتخابات منه موجود فيها يعني هذا المكون هذا بالشكل انا انا برأيي بالشكل يعني مقال مثل مقال المستقبل مثلا انه ميما طلع من بارك بس انا هذا موقف ما لا لما ما هيك اقسام واسعة من 8 ازار بتروح يعني 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 ما بتكون شي مصيبة كبيرة يعني خاصة وانه يعني بس بيكون موافق ضمنا كمان يعني ما بتعتاد بيكون موافق ضمنا على هو هو بدي انا بتوجه لميشيل عون كمان انه خلص ميشيل عون انه مستحيل تجي رئيس جمهورية وخاصة انه من بعد هذا الخطأ يلي عمله بسيل بسيل هو انت يعني يؤشر الى الى السياسي يلي يلي انت رح تتبعه لانه هو بالسلطة وهو اخذ هذا الموقف وبالتالي يعني بالتأكيد ما رح يكون فيه كبول من الطرف الاخر وحتى الطرف الاقليمي يلي عملت مشكلي معه يعني انه باي معنى هذا ممكن يوصل لنتيجة انا بأمل هون من سمير جعجع ها يلي كان مظبوط انه يقيد من قبل وصار مش مظبوط يقيد هلا كيف يعني يقيد ترشيح العون اول شي حارب ترشيح كان لازم بس وقت كان لازم يقيد هلا راح ايد وقت ما لازم انا بأمل بهالعلاء الحلوية اللي صارت بين بعض جرب يقنا او مش العون انه اليوم بيقول اليوم في خطر على الكيان اليوم بيقول دكتور جعجع بحديث لصحيفة الشرق العوسط بيقول انه ترشيح عون بتقديري هو الاحتمال الوحيد الذي من شأنه ان يحدث خرقا جديا في الملف الرئاسي والواقع القائم فلنفكر جديا بهذا الخيار مغلط كثير الدكتور جعجع كثير مغلط الدكتور جعجع ليه لانه حزب الله ما بده واحد واثنين اليوم مجيء عون هو انكسار للطرف الاخر يقول كمان الدكتور جعجع حزب الله ما بده يخيم شو بترشيح عون انه بالاخر ساعتها بيحرج حزب الله بيحرج من قبل بيحرج لانه الابواب كانت مفتوحة عند الحريري طب اللي تفتح من جديد بدنا نكسره اليوم بدك تكسري الحريري سياسيا واحد وبدك تكسري بدك تكسري المملكة تانيا شو كان اللي حكي هيدا هيدا حكي ما بقلو لزوم وانا بفتكر التشديد عليه خطأ جسيم جسيم يعني دجا كان خطأ بعملية ترشيحه لهم واعطاؤه مش المصالحة مصالحة شي والترشيح شي تاني بهذا الوقت هيدا خطأ شو كان لازم يعمل ما كان لازم يرشحه كان لازم هو وياه يفوتوا بالتسوي واذا هني ينشوا بتشريح الفرنجي نعم ويتفقوا مع سيمان الفرنجي ويخوضوا معركة الصلاحيات والحقوق المسائية من الداخل هكي بيعملك مش بيجوا بنفوت بنعورد بنصف الطريق يحيي وصلنا هلأ لشي اللي أنا كنت تقوله أهم شي أنه يصير في يصير في يصير في دولة وإننا نحن من الدولة مش دولة جيدة ومنحة ومدري شو حقيقية لا بدي دولة بدي دولة بالحد الأدنى نحن وصلنا لهون نحن وصلين على وضع ما بيسوى وخطير جدا وإذا نحن بعدنا عم نقعد نلعب بالسياسي شي بيدحك هذا عمل غير مسؤول بس كمان دبتور جعجع بيشوف فرق بين مثلا لأنه سؤل كمان حول الموضوع يعني بيقول أنه المطروحين جديا للرئاسة هم من الفريق نفسه لكن البعض في هذا الفريق يلتزن بشكل مطلق مقرارات وتوجهات فريقه يعني أنه هو جزء منه ثلاثة فرنجية ثلاثة أدار والبعض الآخر يترك لنفسه هامشا من الحرية في تناول القضايا الاستراتيجية أنه حتى من بعض البيانة الوزارة بشيك شو عمل جبران بسيل طلع ورجع حكي بشيك لأنه البيانة اللي طلع سقفه أوطى من اللي حكي بسيل يا عمي البيانة لا ليه أوطى تسألي حالك أنت إذن ريتي وقت السفير وشو صار وكيف أنه هالبيان كان متفق ومشغول من بري ومن جنبلات ومن سلام وصار فيه لوحات ومجيات مع السعودية ووصلوا لأتفاع فاتوا لجوة الجلسة بوزوا حزب الله مين بوزوا بعدين نطلع منقول نحنا كان نحنا أو موقفنا أحسن خلاص بقى حاجة تتحكوا على العالم عيب هيدا هيدا لعب واستهتار بعقول العالم أنا نصيحتي خلي خلي هلأ ميشيل عون يروح على 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 جلسة 2 أذار هو وسامة الفرنجية خليوا يروحوا حاجة بقى بيكفي وبعدين نجي منحكي وحقوق المسيحيين أي حقوق المسيحيين أنتو عم تعملوا روحوا وشو بيعمل حزب الله سعيدا هلأ تفضلوا نزلوا نزلوا اتنيناتكم ما اتنيناتكم أنتو يعني واحد منكم رح يطلع طيب أنه فيك تستفز حزب الله لا درجة لا ليش عم بيستفزه هو عم بيستفز الجميع هو هو خارب الدنيا يعني بتشوف الكرة اليوم بملعب المسيحيين جايما هيكي حبيب قلبه ما هيك بتشوف الكرة اليوم بملعب المسيحيين أنا بشوف أنه المسيحيين بيدحكوا بيدحكوا شي بيبكي شي بيبكي نحنا أنه 80-85% معنا لا مش معكم أبدا 80-85% مع المصالحة بس مش مع خياراتكم لأنه خياراتكم عم بتوصل لهون عم بتوصلنا إلى اللا دولي إلى اللا دولي هايدي الخيارات العظيمة اللي عم تعاملوها أنا ما بهمني مين بيربح عون وجعجع وفرنجي وهذا بهمني يكون في حد أدنى من الدولي تحتى نوقف الخرق طب إذا صار التخيب رئيس جمهوري كيف تركب حكومة ساعتها كيف تركب حكومة ما الحكومة بدأ بدأ كل المكوون أول شيء بيكون صار فيه رئيس جمهورية تاني شيء بيكون عندي حكومة مستقيلة اللي هي حكومة الحالية بتصرف أعمال ومنركب حكومة ويمكن مش ضروري أنه بالبداية من أول شيء يكون فيه ساعد الحريري أكيد أفضل أفضل يكون ساعد الحريري لأنه هو الأقوى هو الأقوى هو الأقوى سنيا وبالتالي هو الأقوى يلي قادر يعمل إدارة معقولة لا هذا هالثلاث ملايين ونص سني يلي موجودين في لبنان ويلي هني أمبلي مؤقتة أنا برأيي أمبلي مؤقتة هلأ فيه أمبلي دائمية يلي هي حزب أظل وهول بالمظلومية يلي جاي عليهم وزيادة المظلومية هلأ والتقتيل يلي عم بيصير لقلون بسوريا صاروا أمبلي مؤقتة بدك حدا يضبطهم بدك حدا يقدر يلقاتهم كل يوم نسمع الأجهزة الأمنية ما هيك وقفتوا عملتوا بس لا أمتين عم بيخبرنا وزير الداخلية المشنوع أنه لا ماشي الحال لا مش بطير ماشي الحال ما بيمشي الحال ما رح يمشي الحال إذا هلأ ماشي يعني إذا هلأ ماشي بكرة مش ماشي الحال حيش نتحك على العالم حيش نتحك على حالنا نعمل عن طريق خلاص بس أنه عم بتقول أنه بتركب حكومة لا ما بتركب ممكن حكومة لأنه أول شي حزب الله إذا استوسني من هذه الجلسة جلسة انتخاب الرئيس أنه نزلوا بدون أن يشارك الحزب كيف بدوا كيف دي سألهم إذا نزل ميشي العون بينزل الحزب إذا نزل ميشي العون بينزل الحزب ما هو قال أنه شو بده يصفي هو ملك أكتر من الملك خلاص مع حزب الله رابط نزوله إلى الجلسة بنزول ميشي العون بضمان وصول ميشي العون طيب وقال كمان إذا ميشي العون إبل يتخلى معيك عم ترشيحه ومشي الحال هوني ما تخلى بس نزل أنه هو يقول له لا ما بدي أنزل ما بيسير بالتالي بالتالي أنا بحمل مسؤولية مباشرة أيضا لا ميشي العون ميشي العون تفضل نزال باتنين الشهر على الجلسة ارتخبت انتخبت أهلا وسهلا فيك ما انتخبت غيرك بيكون انتخبت بس وقتها بتحكي عن تسوية دكتور ما بتكون يعني ما بتكون تسوية بيكون تفق تفق من بزوط لعرئيس الجمهورية وبينزلوا الكل ساعة على الجلسة ما هي هيك عم بيعملوا هذه هي مسؤولية قال هيك عظيم لا هلا بيصير فيه بيصير فيه انتخابات ويلي بيربح يربح أو بقى مشي العون إذا ما بده ينزل يقول أنا خي خلاص بطلت مرشح لأنه شايف أنه ما عندي حزوز وأنا يعني بتأسف لكلامه للدكتور جاجع أنه إذا فيه شي حزوز بيكون حزوز زعون كيف هالحاكي هذا شو هالحاكي هذا غريب يعني بعض المسيحيين على مواقفهم بقى تقلك أنا على 85% من المسيحيين 85% من المسيحيين مع المصالحة بس مش مع المواقف وبالتأكيد لأنه صلهم 30 سنة طب هاي المصالحة ما بدأت ترجم هاي المصالحة حتى المصالحة ترجمتها أنه تأيد عن أغلبية المسيحيين أنا بقول لك إذا بيسألوا مضبوط السؤال بالهيدا هل أنتم أنتم مع المصالحة ولكن هل أنتم مع ترشيح مش هالحون أنا بقول لك أنه أنه هون الأمو تختلف أكيد تختلف لأنه هاي دي السياسة المحددة بترشيح مش هالحون أنا بفتكر أنه أنه المسيحيين عندهم عندهم هالرغبة 85% فيها وبعدين يعني ما بتعتقد أنه أنه دكتور جعجع أنا أقتناء رشح العمان مش هالحون بتعتقد أنه مثل ما ما تبرا كبير سعد الحرير أنه هي رد تفعل على المؤمن أنا ما علي أقول شو هو بيضمر بس أنا أنا بفتكر أنه دكتور جعجع لا بده لا بده عون ولا بده فرنجية ما بده لعون ولا فرنجية لا لا مين بده ما بعرف سأليك أنت متعريف لا لا طب يعني ما بتود برأيك هيدا المأزق وهذا الحائط المسدود إلى البحث عن مرشح يعني آخر أو أنه يعني يمكن يعدوا يحكوا بمرشح آخر ممكن بس كمان هيدا ما بتوصل هون منرجع على ميزان قوة وإذن إذن حزب الله متمسك بعون حتى بوش فرنجية رح يتمسك بعون بوش أي مرشح آخر يعني اليوم على المسيحيين أن يبادروا يعني يضعوا جميع أمام أمام مسؤوليتهم أنا برأيي مسؤوليتهم يخلصوا لبنان الكياد أنا برجع بقول وما عم بهول خلصنا من هالحكي أنا حكيت من أول أنه ممكن إفئة كان جورونج إتويل جورونج أنه تهويل ما تهويل شو هالحكي هذا أنتو غير مسؤولين لأنه لأنه ما بتكن تشوفوا الأمور بمسارة الأمور بتدحرجة على كل المستويات لأنه مصلحتكم الذاتية والخاصة ما نماشي معاك نظرة خلص خلصنا التسوية ما مشيت نروح على الخراب شو بتقصد بالخراب هل الخراب هو يعني حرب أهلية بأيك خليني توقف مع فصل علانة تاني ونرجع يعني نحكي نكمل طبعا حديث حول هذا الاحتمال وانا عوضي متابعة نهاركم سعيد مع دكتور توفي هندي دكتور الخراب يعني انه هين يعني يعني نحكي عن الخراب اليوم انه هل هناك بيقول مبارح الوزير المشنون ونحن مش مستعدين لا نروح لنحمل السلاح ولا يعني نذهب الى الحرب ما بدو يعمل الحرب حزب الله من طرف واحد يعني ما انه بحاجة يمكن اليوم للحرب طبعا الخراب هو بعدة اشكال مش انه خراب واحد انه حرب خلينا نبلش بالاشكال اول شي اقتصادك انت عم بينزل شك تاني شي اقتصاديات البلاد العربية ولسيما الخليجية كمان عم بزم وهناك ازمة اقتصادية عالمية نتيجة قصة البترول الشيست ما هيك ونحن هون هلا جاينا ضربة اكبر يلي هي هالموقف المعكر جدا مع دول الخليج يلي هي بكل المجالات لاذا كفت الاجراءات رح يترك تدعيات كثيرة تدعيات كثيرة من قصة الانفسيس لا لا قصة المصاري لا قصة الشباب يلي عم بيشتغلوا بالخليج للخليج للسياح على كل شي ما ناتى اقتصادك بده يشتك اكتر واكتر ها الى حدود انه بده يخلق ازمات اجتماعية اكتر واكتر اكتر من ما فيه يعني نعم وازمات زبالي وبقي وهاللي بدك وما يقدروا يعملوا شي والاختر والاختر يعني اذا توصل الازمة تتحول الى ازمة مالية ما هيك بتعرف انت فيه شغلتين اساسيتين بعد موقفين لبنان على اجره شو جيش والقطاع المصرف بس الازمة المالية يعني مبدئيا محصن الوضع المالي ان شاء الله ان شاء الله هلأ محصن كمان نرجع لصة انه واحد بده يشوف الامور بسيرورته وليس فقط بالصورة الفوتوغرافية الانية هلأ محصن معي بس وين رح نوصل هاي دي اذا استمر هالوضع بده يصفي فيه خراب هلأ الخراب الاكبر هو اذا بيصير فيه خراب امني واذا تحول هذا الخراب الامني الى حرب اهلية خراب الامني انا يعني اذا استمرت مدي معيني هذا الوضع المأزوم سياسيا وكله نعم رح يوصل لخراب امني خراب امني بمعنى تفجيرات اختيالات ويلي هي بتكون كمان نظير بتحول الى الى لأنه الخراب الامني بمعنى الاشتباكات او المواجهات الادخلية او الارهابيين الارهابيين الاسلاميين السنة بيقربوا بيقتروا بيقتروا وما عود حدا فيها الديون والخلايا اللي عم تطلقت ما عود تطلقت وما الى زي خصوصا اذا ما عاد استمر الحوار اللي هو هدفه والارجح انه ما يستمر انه منع الفتنة والاخره الارجح ما يستمر لا الحوار السنائي ولا الحوار الوطني وربما تستقيل الحكومة مع انه الرئيس بري بيقول العكس يعني ان شاء الله يكون معه حق الرئيس بري لازم يكون اكثر اقداما ويجرب مثلا بالتنين الشهر حتى يوقف هالقصة يعمل كورم لازم يجرب يعمل كورم والكورم ما انه بعيد يعني فيه بكل بساطة يعني ينعمل لانه الوحيدين يلي ما بيروحوا هني هني حزب الله وعون شو بيعملوا 32 واحد اذا زدت الارمن والقوات لا القوات رح يروحوا لا ينتخبوا سماء فرنجية حتى يمكن ينتخبوا وعون بس رح يروحوا رح يروحوا ايه ايه هني قالوا هكا قالوا وعاكل حال عاكل حال اذا ما راحوا بهدى الكبيرة ليه مش بس داخل لبنان وانه علاقاتهم خارجية مع كل الدول مع كل العالم قاعدين ما عم بيشوفوهم انه انه شو دون يقولوا ما هيك انه انه كل حفلة انتخاب كان يطلع دكتور جعجع يعمل فرمين طويل عريض عن الموضوع المقاطعة المقاطعة شو بيقاطع ما راح يقاطع ما في قاطع تروح هلا بحط ورقة بيضاء ب ب ب بانتخابعون بانتخابعون ما بعرف بس انه راح يروح تقولي مأمني مأمني الكوروم انا برأيي ومأمني كوروم العدد لا لا atenه سلحيني والنوعي 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 شيعة الموجودين من عدد حزب الله الزنا موجودين deutschen من عدد 18 واحد تسعة عشر واحد طبعا مش العون وإذن راحوا للتشناكسة في واحدة وعشرين يعني بتشوف فيه أمل في اتنين أدار يعني أنا منطقيا لازم يكون فيه أمل منطقيا لازم يكون فيه أمل ما هيك وإلا إذن ما هيك تقعصنا أنه لا يعني يعني أنا فكر كتير في حمل تقل على نبيه بري يعني معلش تفاعل بده خطوات تفاعلية مش أنه أنا متفاعل وراح تزبط يعني بيكلامه أنه أقرب من أي وقت مدى الإنجاز استحقاق الرئيسي بس بيقول وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب طيب ما في غالب ومغلوب مغلوب بلا ميشيل عون وحزب الله بهذا الموضوع شكلا شكلا حزب الله مغلوب شكلا بس أنه بنسبة لألك ما هو كمان قال أنه نحن ربحنا إذا هيدا إجا أو هيدا إجا نحن عندنا اتنين طيب هو كيف مغلوب ما أنه مغلوب مش مغلوب حزب الله ده أبدا كيف مغلوب الوحيد بيكون مغلوب ميشيل عون ميشيل عون إيه أنا برأيي حتى ما يكون مغلوب يمشي بالتسوية يمشي بالتسوية ويفوت من جوا هو وسبير جعجع وشوفوا شوفوا يحصلوا من حقوق المسيحيين المغبونين فوتوا جوا وحصلوا خذوا واتفقوا مع سليمان فرنجي هذا المطلوب هيك بيقوى الموقف المسيحي هذا بيقوى الموقف المسيحي وبعدين يعني كمان رحقول شغلي يعني أنه هذا الثنائي فيه تخوف من كل شي مش ثنائي منهم كيف يعني مفهمت عون جعجع كل شي مش عون جعجع من المسيحيين بيقولوا لك رح يغبوا علينا ورح يحمحونا صار فيه يعني يعني بصار فيه دفاع على نفس أنه نحنا ما نعود بوجودين هايدي هايدي حقيقة هلأ يمكن هني مش هدافن هيك بس لازم يبرهنوا أنه مش هدافن هيك ويعني هيدا الموضوع برأيك هو المخرج الوحيد للمأزق الحالي مية بالمية وإلا مثل ما قلتلك رح يصير فيه تدهور متتالي ها وما نعرف أي تكي حتى تتحول الأعمال الأمنية إلى حرب أهلية هاي طب بس بيكون هتقول لي لي فيه طرف واحد مسلح شوف يعني بدألك شغلي بحالات خطر من هالنوع كل شي ممكن يصير ها بجيب السلاح فرط مؤسسات عمل ما بتعرفي شو بيصير نعم يعني وصلنا نحنا لدرجة بالفعل لازم نتخوف طب إذا ما صار هيدا ما صار هيدا يا محمام جلسة الانتخاب ما حصلت نهار الانين أدار نعم بالحكومة برأيك رايحة للاستقالي يمكن أنا بفتكر ايه بظل بظل هذا الكباش القوي يلي هو كباش يعني عربي يعني بارح كلام الوزير المشنوق كأنه بهيدا الجو مضبوط مضبوط كلامه هيدا مضبوط وهذا جو موجود وأنا بفتكر ذاهبين إليه لأنه هيدا الكباش مت ما قلتلك يعني نحنا كنا إلى حد ما يعني حطينا حطينا عجنب هيدا لمصلحة مين يعني أنه هيدا بقى لك شغلي هيدا ضد مصلحة لبنان هيدا ضد مصلحة لبنان كمان مش ضد مصلحة 14 أدار نفسها يعني أنه هيدا الحكومة لأنه معتبرة بالنسبة لفريق الأخير أنه هي حكومتكم أكتر من حكومتها وإذا فرطته فيها بكون عبد فرطه بمكسف لك شغلي بيوصل وقت ما هيك أنه واحد قد ما بياكلها ضربه وخبيط وهيدي لقلي وهيدي لقلي آخر شيء يقول لي خاي ما بديها ما بديها كلها القصة أنه فيه هدود يعني هوني أنا يعني العقل المنطقي اللي أيام حزب الله بيتحلى فيه كخصم وما هيكي أنا بفتكر فقده يعني ما عم بيشتغل ما عم بيشتغل منطقيا ما عم بيفهم عملية التوازنات أنه إذا أنت بتروح كتير بعيد بهجوماتك وهذا أنت رح تعمل ردة فعل عليك وعم صالحك إي بس ما هو عمي عارف أنه ردة الفعل يعني أدي ممكن تكون شو هي أقصى أقصى حدودة إي ما هيده وأقصى ترجمة هون الغرور هون الغرور والقول أنه أنه نحن لا أنه نحن شو معمله ردة فعل ما رح يزعلك شغلي قصة الدخول إلى سوريا من قبل السعودي أو من قبل لحديث هلأ مصر وفي دخول قوات برية يعني إلى سوريا نعم 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 وفي كلام وفي كلام أنه ما رح يصير بس في كلام لا حيصير أنا ما بأكد إطلاقا أنه ما رح يصير يعني ما فيني ما عندي مؤشرات أنه ما رح يصير ولا المعلومات بتشير أنه ما رح يصير ولا أنه رح يصير أنه بس أنت عم بتقول يعني بوجود أمريكا أوباما أوباما إيه بس أوباما أوباما اليوم العرب صاروا متفلتين منه لأنه حسينه رايح أول شيء حسينه رايح وناطرين تحت يروح تحت تنقلب الوضع بأمريكا وبهالوقت ما في شيء بيحك جلدك إلا ضفر إيدك وهيدا المسار هو يلي عم يترجم في المنطقة أوه في لبنان والتالي بكرة دخلوا من هناك مش هيك بعملية هيك حساب يعني مثل شو بيصير أنه هل هني بحاجة لأنه أنه أنه ينوضع حزب الله بالزاوية إيه أو لا أنا أقول إيه بالتالي ما حدا ما حدا يجي يتبشح أنا ربحان بدنا نخرب بدنا نعمل عمالكم شوية حالكم خدوا حالكم ببالكم خدونا بحلمكم لا خدوا هني ياخدوا حالهم ببالهم يعني ياخدوا حالهم بحلمهم عمالهم شوي مش هيك الأمور وأنا هون يعني ما بعرف يعني شو صير مع حزب الله يعني فلت الزنبرك معه كأنه يعني هالطرف يلي كان يتحلع بمعنى من معيني من الحنك السياسي ومن من اتقان يعني حسابات الميزان القوة شايفوا أنه أنه عم بخرف يعني إذا متشوفي أنا مثلا الردود جاني بعض الردود يعني على العنوان على هالعنوان دحك يعني يعني ردود من مين يعني أنه نحن رايحين وبدنا ننتصر وبدنا نعمل وأكتر رح نضل بسوريا حتى من بعد الانتصار بدنا نضل ولبنان بندر شو بخسران ومخسران وبالمناسبة منه نحن بقوله برافو عجعجع أنه أنه نقع نقع يعني عون ولكن يجب يروح أبعد أنه يركب بالمركب يلي بده يخلص أحسن أحسن ما يوقع ما يوقع ما يوقع بالهاوي هو ضمن إطار رؤية رؤية استراتيجية يعني وسياسية بس الرؤية هايدي أنا بفتكر في كتير جيوكوليتيك يعني للمنطقة مضبوط في كتير حلم عند حزب الله عم بيحلم أنا بفتكر الأمور مش بها الشكل ولا بهال بهال رؤية الزهرية يلي عنده لانتصاراته ولا قوته ولا هيدا لا مش مضبوط مش مضبوط ولا بهالسرعة ولا بهالسرعة وهلا ما بدي يحكي أنه لبنان ما بلبنان بس انت رح تتأثر في لبنان إذا كل لبنان تأثر وخرب انت رح تخرب انت رح تخرب حاجي بقى أنا يعني عم بقول مش قدي انصحه أنا عم عم بقله أنه هو ما عنده مصلحة بخراب لبنان ما عنده مصلحة وهو عنده مصلحة بأنه يضلوا لبنان بركي عم بيشوفها بإطار المصلحة المسيحية بمعنى إذا الخراب وصل إلى اشتعال فتنة والفتنة رح تكون سنية شيعية أنه بهذه المصلحة المسيحية وبهذا التقارب القوات العوني نكون عم نحمي حالنا من نار هذه الفتنة إذا التقارب القوات العوني سوف يؤدي إلى الجماعات التكفيرية لضرب المسيحية أنه أنت إذنك حليفة أو وضعت حالك بموقع حلف حتى لو لأنت ضد حزب الله مثل الدكتور سمير جعجم ولكن هو عمليا حليف حليف حزب الله الأساسي حليفه حليف الحليف الأساسي شو بيصفي بالمسيحية؟ خبروني شو رح يصفي فيهون؟ طب طبعا إذا ضلوا مشار زمين بين هيدا وهيدا لا 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 يكونوا مع بعض بس يكونوا مع التسوي مش يعني بموقع بموقع برأيك نار الفتنة مرح ترحم حدا ساعتها أبدا وأنا برأيي بهيك حالي المسيحيين سوف يدفعون يعني يكونوا فرق عملي رح يكونوا فرق عملي وين القيادات المسيحية؟ فسروا لنا بقى هالقيادات المهمة وينهم؟ يعني المستقبل ما أنه ما وعد يعني بشيء بحلول زهرية متشائم حضرتك لا أنا أنا عم بقول أنا لم نموضع عم بوصف وضع وعم بقوله الوضع خطير وعلى الجميع وعب بيطالعتهم حزب الله يوقف هالقصة وبيطالعتهم ميشيل عون يترك بقى ترشيحه خلاص ما في مجال يجي ميشيل عون رئيس جمهورية سفر بالمية من الحزوز وانا ما عم بقوله لأني ضده أنا مثل ما قلت لي بسابقا لما كان في مجال كنا معا وهذه الأزمة مع السعودية زادت زادت هايدي خلاص هايدي قسمة ظهر البعير يعني أني شايف كيف بعد بده يرجع يصفي ميشيل عون مقبول ولا ممكن ولا ممكن وبعدين أنه زيدي عليها يعني هالكباش المضمر أو حتى المبين بين الحريري وجعجع يعني ما أفتكر أنه مضطر الحريري يخسر بوش جعجع ما رح يخسر بالتالي كمان هايدي تعقد قصة ميشيل عون ولا سيما أنه لما كان الحريري عم بيغازله لميشيل عون كان جعجع رافض تماما ايه بس ما بس هو رافض مش انطلاع من رافض عون يعني انطلاعا كمانا مثل ما حصل برفض فرنجية أنه رحتوا أنتوا عم بتتعملوا ديل من وراء ظهرنا ما أحد أحكي معنا ما أحدا أخذ رأينا ما أحدا هايدي عكي الحال يعني ما بتردي على هيك مسائل بردة فعل ولا أنه الصراع السياسي سياسي ما هيك بأمور وطنية كبيرة وبأمور خطيرة يعني تضع على المحق وجود لبنان الكيان والدولة ما بتلعب فيها هاي ما بينلعب فيها هايدي ما بينلعب فيها أنت ما عم تلعب سياسي مش قاعدة بإطار هيك يعني دولة موجودة وهيدا وفي صراع سياسي ديمقراطي لا نحنا على حفة عدم الوجود ما بدون يسمعوا لا أنه هيدا بيخرف وبيحكي وبيهول ما مزبوط أنا مصيبتي أنه بشوف لقدام يعني ما بعرف يعني إن شاء الله اللي تشوفه يكون يعني أنا أنا مني قاطع الأمل منك قاطع مني قاطع أمل حتى كمان ما نخوف العالم أنا بفتكير بس إذا مرأي اتنين أدار وما حصل انتخاب انتكاسي كبيري هايدي انتكاسي كبيري ومحطة على طريق الخراب محطة أساسية هلا بيصير الخراب هيك مباشرة بالتكي لا بس نحنا هايدي بتكون يعني محطة أساسية باتجاه الخراب نعم إن شاء الله عاكل حال يعني ما نوصل لها الدرجة وصير كل هالأزمات هي نوع من مثل مبارح سماها المجنوع صدمة للبنانيين هذه الصدمات تكون إلى نتائج إيجابية نحنا اللبناني دايما ما هيك أنه خي نحنا شاطرين خي بنرجع بنلقي تسوية بنرجع بنشوف كيف بتلاقي القصة وصلت على حفة الهاوي ونرجع بعدين منبتكر شي بس أنا يعني إحساسي أنه هالمرة القصة غير شي وأنه هناك يعني نحنا كل صراعاتنا بالسابق كانت عم بتصير بمنطقة هامدة يعني كان فيها استقرار هالمرة المنطقة خرباني ونحنا يعادين هيك بهالعاصف هيك منلعب لعبة صغيرة لعبة لعبة سلطة صغيرة عيبة خليهم يكونوا هالقاضي المسيحيين خاصة حراس الهيكل على قد المسؤولية نعم نحن لهم تنتهي حلقتنا نحن وياك دكتورت في هندي على أمل يعني شكرا صوتك يوصل يعني وبركي ينظر في هذا التفكير يعني طريقة قراءة هذا المستقبل أنا أبدأ أشكرك لحضورك معنا ونشكر كل مشاهدين اللي يتابعونا اليوم بحلقتنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة